بداية أستاذ نحكي أكيد عن التعاون بين معرض عمان الدولي الكتاب ومعرض القاهرة الدولي الكبير الذي سيقام في شهر واحد إن شاء الله ولكن بداية لو سمحت تحكي لنا عن معرض عمان يعني خلال هذا اليوم أو اليومين رؤيتك عن المعرض كيف شفت الجو العام وخصوصا أنه حجم عدد الناشرين المصريين في المعرض يشكل ربع عدد الناشرين أو دور النشر تقريبا في معرض عمان الدولي يعني 120 دار ناشر مصرية عدد يعني ممتاز وكبير جدا والله في الحقيقة معرض عمان كل عام بحس أنه فيه تطوير وفيه جهود ملحوظة أنا بشكر عليها اتحاد الناشرين الأردنيين بصراحة أين بما جود جبار لاستمرار إقامة معرض عمان الدولي وهو معرض على الخريطة الدولية يشكل أهمية كبيرة نعم معرض عمان بقاله سنة ما تعملش لأنه أزمة كورونا طبعا فأنا شايف أنه الجمهور الأردني مستني المعرض ده فعلا شفت من أول يوم بصراحة فيه إقبال جماهية دي كويس أوي مقارنة طبعا كمدير معرض إحنا بنقول أول يوم يوم الافتتاح بيكون فيه الجمهور بطيئ يعني نعم لكن بالفعل لا فيه جمهور كويس أوي من أول يوم اليومين بتوع الويك اند الخميس تحديداً والجمعة كمان كان ماشاء الله جمهور كبير جداً عملت جولة في بعض الأجنحة المصرية وأشقاء العرب لأ يعني نسب المبعات كويسة حققوا نسب مبعات طبعاً مش مرضية على اعتبار أنه لسه إحنا في أول يومين ثلاثة أيام بس غير المتوقع أنه في أول يومين فيه جمهور فيه فيه ناس بتشتري نعم نلاحظ واللي بصراحة دايماً أتبتبه في كل المعرض بشوف الفئات اللي دخلها للمعرض بساطة جداً أنه فيقات العمرية صغيرة الشباب المدارس والفتيات الجامعات دي بتخلينا عندنا أمل أنه الثقافة مش هتموت أنه عادة القراءة وهي سلعة ترفيهية وليست أساسية لا فيه إقبال عليها محتاجة دعم من بعض الدول تهتم بمعرض الكتب بتاعتها تهتم بالثقافة تهتم بصناعة النشر بشكل عام لأنه إحنا في صراع الكتاب الورقي والتقليدي والتكنولوجيا الحديثة طبعاً لكن أنا أعتقد أنه إن شاء الله المعارض ستظل قائمة النشر سيظل قائم لكن فيه دور كبير على النشرين ليغيروا أفكارهم بس نعم نعم 100% طب أستاذ نحنا قبل الانتخال للحديث كمان عن معرض القاهرة الدولي خلينا بعد إذنك نشوف هذا التقرير زميلتنا مرح كانت في معرض عمان الدولي لأ الكتاب وجهزت هذا التقرير نشوفه مع بعض انتلقت فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب بدورته العشرين بتنظيم من اتحاد النشرين الأردنيين ليضم أكتر من 360 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة عربية وأجنبية أيضاً رح نتعرف اليوم على مجموعة من مختلف الثقافات والمعرفة والأدب والعلوم خليكم معانا اليوم لتغطية فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب اليوم أنا مشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب تأليف كتابي إغلانس اللي هو كتاب اقتباسات وخواطر باللغتين العربية والإنجليزية طبعاً هو أول معرض أشارك فيه يعني يكون كتابي مشارك فيه المعرض يعني فيه تنوع فيه يعني زيارات من جميع أنحاء العالم يعني مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بالدراسات اللي تتعلق في تاريخ الهاشميين بصورة خاصة وتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية بصورة عامة صدرت عن مجموعة من الكتب المهمة التي تتعلق بهذا الشأن يعني وشغالين كمان على كتب ثانية من ناحية تحقيق مخطوطات ومن ناحية طباعة رسائل جامعية تتعلق بهذا الشأن اللي هو التاريخ الهاشميين والتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية خلال هذا المعرض نحاول نعرف الجمهور الأردني بعض الأصدارات الأدبية والفكرية في دولة الإمارات نحاول نعرفهم بطبيعة الإنتاج الثقافي نحاول نقل صورة ثقافية ولو بسيطة للجمهور الأردني عن الإنتاج الأدبي الإماراتي نعم أستاذ يانيم شفنا ماشاء الله مجموعة كثير كبيرة من دور النشر من دول عربية وأجنبية الانتقال بالحديث للمعرض القاهرة الدولي وطبيعة التعاون بين معرض القاهرة ومعرض عمان معرض القاهرة بيتعاون مع كافة المعرض العربية شكل التعاون أنه بيكون فيه تسهيلات للنشرين من الدول فالتعاون بين معرض القاهرة ومعرض عمان ده تعاون وسيق احنا بنحس أنه معرض عمان أو الأردن عموما دي بلدنا التاني بيكون التعاون أنه بنسهل مشاركة الناشرين الأردوديين في معرض القاهرة الدولي الكتاب بنحاول نحسهم يكونوا مشاركين معنا والعكس لما بيكون فيه ناشرين مصريين بنحاول نكلم إخوانتنا في التحاد الناشرين لتسهيل مشاركة الناشرين مصريين في معرض عمان لأنه يعني أعيز أقول لحضرك أنه السنة دي مثلا فيه دورين نشر مصريين بيشاركوا لأول مرة هذا العام في معرض عمان وكنت عندهم كمان يعني إيه الأخبار فقالوا لي لا معرض كويس يعني معرض كويس وهيدوموا بعد كده للشراك في معرض عمان أنا شايف أنه بس محتاج مش عايزين نقول نوسع الأماكن شوية أو نكبر عدد دور الناشر لأنه المعارض المحدودة أو عدد دور الناشرين بتبقى قليلة مع القوة الشرائية للجمهور أو للجمهور في الوقت العربي عموما حاليا بيكون المعرض ناجح لأنه قلة نسب المبيعات بتهدد هذه الصناعة طبعا لأنه فيه تحديات فيه معوقات كتيرة لصناعة الناشر ومقابلها أنه ما فيش عائد مادي نعم يعني أولا سعر الكتاب بيبقى غالي شوية الوضع المادي للجمهور العربي عموما أو للشعب العربي نظر الأزمات اللي موجودة ضعيفة فتعتبرت مش هي من ضمن الأسيات أنه يروح اشتري كتاب فيه أولويات بالنسبة له طبعا وهذا تحدي بالنسبة لدار للنشر وللإنتاج أصلا بشكل عام من ناحية الإي بوكس أو الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية كمان حاليا اللي بتحارب أو بتكون يعني موجودة بتنافس الكتاب الورقي وأيضا الصناعة وأيضا الترويج صحيح صحيح يعني عايز أقول لحضرتك أنه صناعة النشر قبل كورونا كانت بتواجه تحادات كبيرة لعدة أسباب ساب الأولاني سعر الورق يعني حركة تعلم أنه الكتاب نفسه معلوهش ضرائب لكن الورق عليه ضرائب فزيادة الضرائب وزيادة أسعار الورق بيأثر على النشر العلاقة ما بين النشر والمؤلف النشر عايز يكسب والمؤلف عايز يكسب علاقة طول الوقت متوترة زيد على دوت زيادة الكلفة بخروج النشر اللي مشاركته في المعارض الخارجية من شحن من إجارات معارض وبإنه ما ينفعش أقول أنا كده بصفة لي مدير معارض دي كلفة الضعف المالي للشعوب أو صح اللي هي المشاكل الاقتصادية بالشكل العام يعني بكل الوطن العربي مش بس في مصر أو في كل وطن العربي الوطن العربي كله بالنسبة للأسرة لرب الأسرة يأمن خبز وطعام ورسوم المدارس لولاده بالنسبة لأشخاص معينين أو لكثير من الأشخاص أهم من أنه يشتري كتاب ولكن لا زال ورح ضل أكيد صناعة الكتب صناعة كبيرة ورح تضل موجودة وبتخيل أنه ما برشو رأي حضرتك موضوع أنه الكتاب الورقي هل سينتهي أم لا؟ والله الكتاب الورقي مر بفترات كبيرة من أول ما ظهر الإي بوكس كان ناس بتقول أنه الكتاب الورقي بيختفي أنا من وجود نظري أنه الكتاب الورقي سيظل لأنه الكتاب الورقي ده تاريخ دي حضارة ريحة الورق نفسها الملمس الورق نفسه غير الإي بوك لما تقعد تمسك الجهاز ويؤثر على العين ويؤثر على الفقرات صح غير الكتاب الورقي ممكن تتجول به ممكن تقوم تقرأ وانت ماشي وانت جالس فأعتقد أنا من وجود نظري أنه مش هيختفي ولكن بنطالب دور النشر بتطوير سبل التسويق لأنه فعلا أزمة كورونا خرجت نشرين كتير جدا برا سوق النشر هي كانت ميزة أنا من وجود نظري أن هي ميزة لأنه وصلنا الفترات أنه دور النشر أو الصناعة نفسها ناس كتيرة دخلت في المجال وهم أصلا مش نشرين على أساس أنه بيزنس لأنه ثقافة ما ينفعش لكم بيزنس أزمة كورونا أنا بالنسبة لي كانت ممتازة أنه خرجت هذه دور النشر برا سباق النشر نعم وتبقى النشر الحقيقي اللي هو تمسك بمهنته وظل يحارب لكن أزمة كورونا ظهرت حاجات كتير قوي ظهرت أنه النشرين كتير ما عندهمش تسويقية كويسة نعم ظهرت أنه لازم الاهتمام بالمواقع لازم كل النشرين يبقى عندها وبسايد خاص بدور النشر تسويق عليها الكتب نعم لازم تفتح منافذ أخرى للتسويق لو النشر ظل على التقليدي أنه يسويق من خلال المعارض سواء معارض داخلية في الدول أو معارض دولية أعتقد أنه بيواجه أزمة كبيرة نعم نعم جميل جداً طب أستاذ رسالتك يعني بالنسبة لدور النشر مثلاً المحلية والعربية للمشاركة في معارض القاهرة بشهر واحد يعني في ختام لقائنا معارض القاهرة بيضعوا كافة النشرين من كافة دول العالم للمشاركة في معارض القاهرة بعد حتى انتقالوا وإحنا هذه رابع دورة إن شاء الله في شهر واحد إن شاء الله بعد انتقالوا لأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس صرح كبير خمس قاعات خمسين ألف متر مربع معارض القاهرة يستوهب نشرين كتير الدورة اللي فاتت كان عندنا ألف ماتين وطمانتاشر نشر يا سلام مصري وعربي وأجنبي يعني المعارض يستحمل نشرين آخرين إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق أستاذ إسلام شكراً جزيلاً لوجود حضرتك معنا اليوم وبتشرفنا وأهلاً وسهلاً في بداية أهلاً وسهلاً شكراً أهلاً وسهلاً